اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يا خليتة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن السماء لم تنطر وإن الأرض لم تنبر وقد توقع الناس الهلاء فماذا تصنع قال انصريفوا واصبروا فإني أرجو أن يكون الفرج قريب فلما أصبحوا خرجوا من بيوتهم على أصواف قافلة من ألف بعير محملة برّا وزيثا ودقيقا فأنا أخذ في باب عثمان رضي الله عنه فجاء إليك التجار فقال ما تريدوني قالوا إنك تعلم ما نريد قال كم تربحونني قالوا الدرهم بذرهمين قالوا أعطيت أكثر قالوا أربعة قالوا أعطيت أكثر قالوا خمسة قالوا أعطيت أكثر قالوا ليس في المدينة تجار غيرنا فمن الذي أعطيت قال إن الله أعطاني بكل درهم من عشر الدراهم والله يضاعف لمن يشاء أعندكم زيادة أعندكم زيادة قالوا لا قال فإني أشهدكم الله أشهدكم الله تعالى أني جعلت ما حملت العير صدقة لله على الفقراء والمساكين باعها لله باعها لله والله الشراء جعلها في بطول جائعين وقبود المساكين جعلها للأرامر والأيتام والمساكين فأين لنا بمثل عثمان أين لنا بمثل عثمان الذي اشترى بأمواله رضا رب العالمين فأطعم الطعام وواسى الأرامل والأيتام ووالله إن قيمة كوب أو حقيبة واحدة من مستلزمات الأخطاح تكفي لإنقار عائلة مهتمة منكوبة لتلقف على قدميها وأنا والله لا أبحث عن النساء ولكن أقول بأعلى صوت أين الرجال؟ أين الشباب؟ أين تجار المسلمين؟ أين أغرياءهم؟ أين سياحة أسبانيا وسويسرا؟ وباقي المنتجات السياحية؟ أين هم؟ عن سياحة دعوية في صحرة أكريقيا؟ آهن ثم آهن ثم آهن ثم آهن أنقذوا إخوانكم أنقذوا إخوانكم قبل أن تسبقكم عصابات التوصير وتجار الأعراق كم يتقطع البل وأنت ترى البؤساء ولا تستطيع أن تصنع لهم شيئا اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر